مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينالو كيما تشوفوا في الإزافيش نحكيو تاويكا على توب ديلي سيكس بيريز نخليكم تشوفوا التقرير ونرجو نحكيو نحلف بليالي الكناسة خدام لحزام والحطار لا دل المنجم والخماسة لأنا على حبك ممتون لا لا من من صعبك علي نكتب اسمك بالدم في ديا ونرجع لك ديما 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 مهما زرعوا لشوف اثنية مهما ليا محبت توروبية ونرجع لك ديما 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 نسكي زرعك بدموع عيني مهما خنتي انت يا عزيز علي دينا كحلمة اول مرة بدينا بالفيرمة هذي اول واحدة تبقى عنا فوق خمسين فيرمة رديناها كبروجيه للعائلة خطر كانوا عندوا واحدة زوج ولاده بطالة يحبوا يخدموا وخايف عليهم بوهم كحكينا وشوفنا البرونتين بتاعه فاحنا كل ما بعضنا وحبينا نردوها معناها بروجيه متاع عائلة دي جاهو تايوك يخدم هو ولاده زوجيه بياتينا القراية ما كاملتيش يعني بدين نتعاونوا مع بعضنا نخدم مع بعضنا بدين بقرة لنا ولا عنا باش خير معنا هموا نفعتهم بها وقاعدين يخدموا هموا القايمين بكل شي معنا مش نعمل خدام باش يخدم معنا ولي دياتي هموا لي حلبوا هموا لي علفوا هموا لي حشوا هموا ليه كل شي هموا قايمين بالويش خذوا لي أربعة بقرات من شريكة السوداء قرض مدة ثلاثة سنية متفاهمين ما فيش وانتيريس خلاص عطاني عشرين رجع عشرين عملنا استثمار ثاني واخذينا وقتها قرض غير انتيريس واخذينا وعملنا سالم تحليب اللي هي لك تبليك معناها تنجب تحليب لك أربع ما بعضهم ربح في الوقت ولا يحلب في ساعة واربعة وولا هالحليب دي جاء كي التحليب يتعدى فينسالسيون كل ما بعضه وياه بفترونك تيريكت معناها حليب ما فيوش حتى مشكلة بيش توصل معناها سينو مشاكل كي مقبل كي نوحطوه في البرة في الشمس جي تفهمني وبدين نخلو معا في الحليب ذارو عالف اللي حي كله قايتون وشابونا اطناب كي مكان كله جد نيف معناها كاش تيجي بوهم نحلب بالبقر في الماكينيات ونصب في الطنق غاديك يقود نهار نهارين نهار بعد نهار يجي كيموني عبي الحليب يمشاره يعني جي تحطوه في البلاسة ويجي تكن السيارة كحورة عدلوا على كل شي ويخدم تيح فيهم بايج ويصلحوه ومزاد كل شي اللي مهار وقت يجي هز الكيمون الشفور يعمر قداش هز كتنتين تحليب ويصح وخليك توسيل بتاك عنا كل فلاح عنده كود كفورنيسير في المعمل وعنده نجيبولو عنها كرني بتاع بونويت كل ما هز الشفور كي يجي هز القايد لو يصح وهو يكون حاضر عخط باش يجوج يشوف الكمية متاعه يحطوا الكمية في البونو يهز نسخة الشفور ويخليه نسختين بعد فاخر الشر يبعث فاتورة يزم الكمية اللي تكون عند فاخر الشر في فاتورة ونفسها الكمية اللي عندنا نحنا في المعمل هذيك اللي نخلصو عليه اللي متعاملوه الوقت ليك الشفيفة ذاكا والله واحد بالنساني ما كنش معنا قاعد نخمم كاشو تشري في القرط ما عنديش فنوز مش كذب عليك تصلوا بيريج مع الدليس قلونا يديروه اموش تدروا على الفلاحة الكل راو مش ناخذوكم القرط حكاية شمعة من زمان نلمون ومشينا البوسيان مغاديك الفلاحة كلها فيه مشينا البوسيان مغاديك وورونا النوعين بتاع القرط قلونا هو القرط مش تواخذوا منه وتفهموا معناها في السوم ما كنش انتظروا في السوم مش عملوه كي مكاكة البالب 6500 دينا بالجملة للناس الكل من بعد وفاتورة معناها ولا ولا والأسوية من بعد خلصونا من الحليق بتاعهم وصارت من بعد المشاكل ان العلفة غلط بارشة زياد بتشكونا الفلاحة شو نعمل في العلفة هاو ميجيب ليش هاي غالية بارشة عملنا شهرات ما بين مع شركة معناها رايدة في الصناعات العلافية ولا تتواصلهم ببزوان القطيع الكل ولا نتاع الشهر كامل في قدام الدهاء ونحن نزيد بقصولهم من الحليق وكي تصير حتى ريكلاماسيون ولا نسيدهم في العلفة دي مش باهي ولا تحل الانتاج يجي بالوقت تكنيسيا ولا مهندس من عنا ولا من شركة العلفة هايدي يجي نهزوا عينات ونعوضوا لهم ونجاوزوا المشكلة هايدي يجو يعملوا دور يعملوا تحليل يشوفوا الحليب يشوفوا القر يشوفوا العلفة يهزوا يحللوا معناها صالحة ماشي صالحة تعطي الحليب بلدي الساعات كتبنا معنا العلفة مش باهي نكلمهم هم يجيوا يهزوا العلفة يحللوا يمشوا المعملوا تام هم وياه وديما عنا السومة العلفة عملنا رميز طرابور لشنيه يتبيع البر بش نزيدوا معناها نطيحوا في كلفة الانتاج نحن لنا مهمتنا التقطير الفني والتقني وكل ما هي حكاية جديدة في الفلاحة في الفلاحة يجب انتقلوا من طريق البدائي لطريق العسري ديما ديما ونسكي زرعك بتمو عيني مهما كنتيني انت عزيز علي مشكلة مهما 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 ديما حفي هذا كانت تقرير الخاص بشركة ديليس كما شفتوا قد همش حارسين على انهم يتابعوا المنتوجات امتاحهم من الفلاحة حتيكش ليوصل للمعمل شفتوا معناها قد همش يشجعوا في الفلاحين من الفلاحة الصغير لفلاحة الكبير ويعاونوا فيهم وقاعدين يعطيون في إرشادات مشكورة شركة ديليس على المجهودات هدموا الكل وخاصة تشجيعها على قطاع الفلاحة كولي سفسوف بانسور فاتمه سيخطو كيفاش قاعدة تشجع شركة ديليس دانون في الفلاح بشخالي يخدم مغيد ضغوطات مهوش في برسيان سيخطو إنها توفر له القروض البنكية بدون فوائد وبدون حاجات الزيدة اللي خلاصة مليزان تيريك ما نقوله احنا بتونسي لان تيريس دانك الهني الفلاح بشيخدم فيه قرية حية كبيرة مغير الزغوطات والحاجة اللي تخلي بشي يتطور الخدمة متاعه ويتطور المعمل متاعه ويدخل في دائرة الربح بيانسور يا فاتمه هذا الكل فاتمه يدخل فيه أن الجودة منتوجات ديليس تكون جودة عالية معتها من الجودة للجبن للياغورت للأحليب ويكيك نكونوا متمنين على صحتنا وصحة صغيراتنا في منتوجات ديليس دانك برابو ديليس يعطيك الصحة فاتمه أنا جس في سوربريز ديليس اللي يتبع في المنتوجات من عند الفلاح مش إلا ما توصل للمعمل فريما وحاجة خارقة لعادة والله واحد معنا هيشكرهم بالقدير 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 بالحق وخليك مطمئن أنك تستهلك لبخودي متاع ديليس كونك تعرف اللي الحليب مش جوست كيوصل يتحلل في المعمل لا بيجي قبل عند الفلاح يتبعوا حتى البلاسة اللي تتربى فيها البجرة وإلا البلاسة اللي تتحلب فيها دانك صراحة أنا نقول برافو ديليس وبرافو للشيف فاتحية اللي قاعدة ديليجات حضرنا في الديسير وصلنا الوقت للشوكولاتة اللي باش تكون فوق الكراميل والكاكوية اللي هما قالت ما نعملوا شوكولاتة كما يبردوا هما مع بعض أنا هنا حتيت الكراميل سخون اللي وريدكم كيفاش طيبته فرشته فوق البيسكوية متاعي كوش جوايدة وبعد توتسويته ومزيل سخونه أنا حتيت فوق الكاكوية وننزل عليها شوية شوية باش تلسق في الكراميل هذيك خطر إذا كانت تقعد مهوية وبعد كيتقصوها تأتيح الكاكوية هوني ذوبت شوكولاتة أنا حتيت اليوم شوكولاتة بالحليب ونجي ونسحب فوق الكاكوية متاعي طيو يظهور لي بالشوكولاتة هذي عقلتوا لي أنا شنو قعدة نعمل مانا جامش نسمي البيسكوية اللي نعمل فيه على خاطر اسمه بيبليسيتي ما هذي البيسكوية اللي تعرفوه الناس كل وتحبوه الناس كل اللي بيسكوية وكراميل وكاكوية وشوكولاتة هذي فاطمة عجبتها اللي نقد فيه خاطرات متأكدة اللي هي تحبوه برشا لا أنا متأكد برشاناش مريزربي على بلاتو آخر مانيش بفضوح هادو شو تقوله بفضوح هلو هوني نجي نفرش بالقدي الشوكولاتة متاعي ونخلي الشوكولاتة تبرد وبعد نقصها مربعات وقالها غيكتانجل طويلة معناها ذرايفة زو سانتي على أربعة سانتي وهي جي البيسكوية اللي تعرفوه هذيكا اللي نسكلتوا حل في قدينو لكن أنا وريدكم قداش سهل عملينو اليوم توبش حط هذا يبرد وبعد نقص وتشوفو كيف هاش تلع يعطيك صحة الشيف فتحية على هالديسير خاصة سهل وما يتكلفش ومزيين بالضبط يحبو الصغار هكا يذكرني بنوعية شوكولاتة انت عملتها دياري هذي حاجة ممتازة نرجعوا بحضة فتحة شكرا لشيف يعطيكم الصحة احنا تويكا جينا للفقرات متاع الجماعة دونك معنا الفقرة اللي هي برعاية نيبلي إلكترو سات سفيقس اللي هي متاع سيل عمدة سيعيمات برمانجوخ بانجوخ فاطم بانجوخ لبنائت بانجوخ المشاهدين الكل اليوم ايسيرتو نساء الاختراع هذا يستعملوها برشا ويسهل برشا حيات النساء في الديار والاختراع هذا عمل ثورة في تنظيف الديار اليوم مش نحكيو على الاسبيراتور في دياركم الكل عندكم أسپيراتور باش نطفو الغبرة دونك صافي محمد امشي الليكترو عديليك ما عنده امشي الليكترو نادي تسلف من عند فاطمة انا في الاسپيراتور امشي ما تتسلفش عجغرة السيد اللي خليك تتسلف الاسپيراتور من عند فاطمة هو البريطاني هوبرت سيسيل بوت اللي تراو فيه في التصوير هو أول واحد اختراع آلة تجبد الغبرة واللي شكلت أساس اختراع الاسپيراتور اللي نستعمله فيها اليوم سي بوت هذي استلهم الابتكار متاعه من مخترع أمريكي صنع اختراع عكس الاسپيراتور بار كونتر هو سيفلور متاع هوا ينظف هما بالبريسيون متاع هوا دونك الغبرة مش تدخل في وسط الكرسي وابدأ في واحد من المسارح في مولايات المتحدة الأمريكية ينظف في الكرسي دونك سي بوت اخذي الفكرة من غاديكا وقال علاش ما نعكسش السيستام اللي عمله سيدتي يا عوض ينفخ لهوا يشبت لهوا جرب سي بوت النظرية هذي وخلى منديل على فمه وحسب الكونتيتين متاع الغبرة اللي نجم يشبتها يشبتها للغبرة لقاها اكيد طريقة ناجحة واخر وقا اهو جايك الضرب يا خيزة حضرها روحي سي بوت صمم آلة فيها موتور وفيها كومبريسور كبير تشبت لهوا أترافير ليتيوب اللي تراو فيه ماذو كديتيوب هكا يريجيدي بداو لكن الحجم متاحها كان كبير ياسر ونجح بوت بتطوير الاختراع متاعه وحصل على براءة الاختراع عام 1901 وعمل شركة خدمات لتنظيف لتنظيف بليتو داخل السكنات والمصانع والمسارح والمحلات التجارية كما تراو فيها التصوير هذية قول قول الاسبيراتور عملها بوت لكن كان الحجم متاحها كبير برشة وكانت متجرمش تدخل الديار الا انه يدخلوا اليتيوب من مش بابك مش بابك وقلا من الباب يدخلوا اليتيوب للديار باش تشبت لهوا لكن كانت فيها مشكلة الاختراع هذية اللي هو المتاع سي بوت اللي هو يعمل برشة عمل برشة حس هذيك علش سي بوت حب يطور الاختراع هذية سي بوت مرة شد الحبس جرة الحبس لا مش هدوش الحس مرت وشد الحس هو شد الحس لا يعني حس المكينة لا مش نحكيه مع الحبس شد الحبس في جرة الاسبيراتور هذية على الخاطر كان بشكل غير مقصود جبد غبار الفضة اللي يستعملوه في صنع القطاع النقدية في دار العملات الملكية في المملكة المتحدة أما لا فيسع فيسع سيبوه الخاطر مش بالعاني ومش لغرص يعني السرقة هو جوز تحبي نظف ماخداش يعني موفقش متوفقش متوف مش متوفقش اللي هي هذيك غبرة بالصدف معمليش اكسبري ياخي فيسع فيسع سيبوه عام الف وتسعمائة وثمانية شركة جوبلين اتبنات الفكرة متاع بوث وصنعت نماذج للبيع لكن ما نشحوش نوعا ما بش يسيطروا على السوق المحلية على خاطر تلقى شركة تنافس فيها على نفس المنتوج والشركة هذية تعتبر المصدر الاساسي للاسبيراتور الكل في العالم وهكا وبالوقت اتطور الشكل متاع الاسبيراتور وتطور وصلنا حتى للاسبيراتور التي تروا فيها هذية فما برشة حاجات فما تبدلوا هذيك من داخل كارتون بعد وليت ريزيروار حاجة أخرى بالماء وبرشة حكايته برشة حاجات هذي هي سي جراس اوبرت سيسي سانساك تاو جملة سانساك والاي لا تطور التاو سيبو معا سانساك تاو ولت حاجات أخرى مرسي بوكو عماد الباقلوتي ونحن أذكركم إذا كانت حتيش الاسبيراتور ولا غير الاسبيراتور كل ما هو الاسبيراتور كل ما هو الاسبيراتور ما جاءت القاوى عمد نابلي الاسبيراتور اسفاقص العنوان متاحه نابلي الاسبيراتور كل عادة موجود في شارع خمسة أوت في اسفاقص تجمو تدخلوا على الفاش فيسبوك متاحهم نابلي الالكتروسات ايه بي مرسي عمده وانت ماشي عمده الاسفاقص جيبلي في يدك اسبيراتور من نابلي الالكتروسات الله معقول ان شاء الله الاختراع جاي ما فيش غالبة كل الاختراعات فيهم غالبة يوخي انتظرك يا عمد مش نحكي لك على غضو الحي مش نحكي لكم على الماشينا لهو الله الله مالكي مش يجيب ماشينا لهو الصفصوصة موجودة لهم ماشي وحاتا سينمائية معايا في الجندا كوتو غالي اليوم دانك كيمي قول عميد شدوا رواحكم دانك نبدو بالوانتويت جانبير عن عرض الزيارة العرض الفامو متاع سامي اللاجمي والعرض الزيلي قاعد فاطمة عنده اكثر من 6 سنوات قاعد كل نهار بعد نهار يثبت وجوده في السيحة الفنية ديما للعروف متاعو كمبلة هذي نهار 28 جانبير سبعة ونصف متاع العشرية في المسرح البلدي نمشيو نهار 29 جانبير نمشيو للعرض لارون بخوميغة متاع فيلم جاس ميرسي واللي هو البطولة جايمي فوكس وإضافة إلى العديد من الممثلين الأمريكيين دانك تلقوه في سينما الكوليزي مع السبعة امتاع العشاية بيانسو فما برشة عروض أخرى فما التسعة وفما برشة أوقات أخرى للعروض لكن تلقوه لارون بخوميغ تبدأ السبعة امتاع العشاية نهار 30 جانبير نهار 30 جانبير عرض بيغ بوسا بالمسرح البلدي مع السبعة ونصف امتاع العشاية نشانا نقول نشانا لابس للواجهة الجانبية بأثر الواقع الصحية اللي اتعرضت لها لتخونتاين لتخونتاين جانبير نقود زاداتي في كيف ولتخونتاين ولبخومي نلقوه مسرحية عبور لمنصف الزهروني بفضاء التياترو مع السبعة امتاع العشاية دانك الناس اللي مغلومين بالمسرح اللي عنده ابعاد فلسفية يا فاطمة دانك يلقوه عرض المسرحية عبور هذي لتخونتاين جانبير نقعدو مع عرض ان لغو في لأسيا اج عايبي بمسرح الحامرة مع سبعة امتاع العشاية لتخونتاين جانبير فما عرض للفنانة التونسية اللي نحبوها برشا اللي قاعدة تخطف في خطات ثابتة اللي هي الفنانة شيرين اللجمي أول مرة تعمل عرض سولو وحدها في المسرح البلدي هذي نهار 31 جانفي سبعة ونص متعلى عشاية بالحق نمشيو ونشجعوها نشجعوها نشجعو سوختو الفنان التونسية فاطمة نمشيو لبقمية ففغيين لقوة سهرة من نوع اخر الناس المغرومين بالفلك ويحبوا يتفرجوا في النوجوم ويحبوا يشوفوا الكويكب فاطمة هز صغيرات كما يقولوا أنت صغيرات تلف عليها بالحق تفرجوا بالحق عرض يسر سمباتيكو اللي هي سوغي أستخوناميك بالمدينة العلو من نهار تسبت لبقمية ففغيين مع 6.5 متع عشاية ستكشل العشرة متع الليل عشيون اولا كيفين هزي عشاية بتاحتك يمشي اخوية عمالت سكروت بإذن الله بإذن الله مرسي بكو سافسوف نجو الروسي ستايل جي وقت روسي ستايل في أول حال غا قلت اليوم سنحكي لكم على دي دي ستايل مرسي 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 دي ستايل مرسي 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 نحن نبدأ أول حاجة اللي هو لسانتور نعرف احنا لسانتور عليش ننبسوها على كل شي على كل شي سألأ مرسي نحن دي دي مرسي رسي و دي عم مرسي دي دي د دي 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 د نتعادل للأسيس الثانيه ولي هيا بوري جين والاقصر للي جين هيا سي رتخوسي الباب داع جين مدعنا وراجعوه ان ست ويتيم معنا تا 1 panta كور هوني الأسيس انو يأتينا طول أكثر لسيلوات مدعنا كما قلوك سواء تحب تلبس بساكد بساكد وحتاكد دي طالن يفو تجور رتخوسي لبا داع جين والاقصر للي جين هذيه الأسيس الثانيه الأسيس الثالثة هو أنو فما عباد مثلا ما تلبس برشا للي كولور في الفيتمام ديحة معنا تا في اللوك هون يقولكم في للي زكسسوار معنا اوزي للي زكسسوار هكا فلاشي شوية فيهم دو بيبس معنا دي كولور دي ماتير يبدوا هكا حلوين ودفيرات حتى كنت تلبس انتو تالوك انو نوار ولا انغري ولا في الالوين التواربية دي ما نعملو لتوش مدع الكولور مدعنا ببا للي زكسسوار معنا تا في اللي شوسور ولا لساك ولا حتى في اللي بيجو دانك هذي اللاسيوس الثالثة نتعديو للاسيوس الرابع هو الفولاق هون الفولاق احنا دي ما ممتعودين ينحط الفولاق في الاتور دي كوم دي عنا ولا في الساك زيدة اما هوني اللاسيوس انك تعمل الفولاق في عوض لسامتور من لزاسيوس يسر حلوين ويسر شفنهم اسني في المود مدع لوتو نيفير 2019-2020 دانك هذي يسر حلوه هوني لامانيخ كيفاش تحط الفولاق مدعك راو دي ما نمذابين تحطوه على جنب اللي هو يعطيك معناتا للوك مديرن وستيلي وبرانشي نتعديو للاسيوس الرابع ولا الخامسة ولا انسيت نانك هوني انك تلبس دي باسكيت اوك ان تنو هكا اسي ابيه معناتا او نروب كي تبدأ هكا بلوزوما ابيه مدناج تلبس معا دي باسكيت و هذي انا دجا حكيت عملتلكم حالقة دجا على الميلانج مدع للوك هذي يزيدة من اللوك اللي ينجح ببارشا اسنيه اللي هو مدخ معتا دي باسكيت اوك اوك ان روب بلوزوما ابيه تعتينه ان لك تري اربان زيدة نتعديو للاسيوس اللي خرينيه ولي هيا يفو персонاليزي سي باتمان ستا دير هوني كيبدا عندك انجين ولا انتوب ولا حاجتنا جمتنمشي للمرسوري تيخو حاجت دي بارل ولا يفاماتاو اللي پاتش ولا دي بايهتو تعمل انتي الپersonاليزيسون دع لذي مدعك معتا في الدجين وفانزيدو دي بارل ولا انبول هوني زيدة ستون اكتيفيته حتى كنا مع صغارك تعادي معاها مقد فمت فاطمه حلوه بارشا نانك هكيك وطولي القطع هذيك اوه بارسوناليزي ويمكن زيدة تكون عندها طعم ولا حاجة خاصة ومعاجت حتى تحب بتاعتها ولا كي حتى معاجت تلبسها تقول لي هذيك انا اعمالتا تقع تسوفنير هوني وتوفيلي مرسوري تبارك الله عنا معناتها كل شاي متوفر نانك هذو ما هوماليزاسيوس باش تكونو ستيلي برانشي وموديرن في غوسي ستايل دانك ردو ان شاء الله بش نعمللكم اون سيليكسيان كالعادة اوك ادرس مرسي بكو غوسي على الغوسي ستايل احنا تاوي كان نرجع ونختمو معالي شيف مرحبا بيك فاطمه مشاهدينا هكا نكون وصلنا نهاية المشوار المخص للطبخ في برنامج الماتيناء نهار اليوم ان شاء الله نكونوا قدمنا لكم وصفات مزيانة باش يذكرونها اللي شيف شنوها عملو شنوما اللي ديتايم تعل تنفيذ هالوصفات هذيه نبدو بالدسير لبنين اللي كان نكته كراميل وكاكاوية مع الشوكولاتة المزيانة اللي حضرتها شيف فتحيه شواشي هلوغ انا اليوم حذرت ديسير بيسكوية هو معروف معنا هاي تباع مسكر معلوب لكن نجمو تعملوه في الدار بش وريط اللي راهو فما الامكانية باش نعملو حاجة تشبه للي نشريوها لكن في الدار بابسط الحاجات اللي هي كاكاوية شوكولاتة وبيسكوية هلوغ هوني جيت عملت الباتسابلي بالفيرينا سبيسيال قاتو وردة وعم بالفاني سمارت شيف بالطبيعة بيسكوية متاعي الباز متاعه سهلة نقصت منه جوست شوية سكر على خاطر فيه كراميل وريطكم كيفاش تعملو الكراميل بالحليب الحليب الحكا المركز هو حليه كونسانتري معنا هبعد لطاب الكراميل صبيتو فوق سابلي اللي طيبتو معنا هايزم يكون دوغي بالقديس سابلي متاعنا حتيت فوق الكاكاوية وهو سخون كاكاوية قليتها مرتين قليتها من الأول باش نحيت لها القشرة وبعد ملحتها شوية وعودت قليتها باش المطعم النكها متاع الكاكاوية كيتحط لها شوية ملح تخرج النكها متاحها ومع الكاكاوية ليونقص مطعم السكر اللي معناها يولي فما إكليب في الحلاوة كيتاقها ساعة ساعة مطعم الملح في وسط الكاكاوية بتاعنا حتيت الكاكاوية فوقها نزلت عليها شوية باش لسقطت ومبعد برتها وحتيت شوكولاتها ذيبة خليتها تبرد جملة ومبعد قصيتها كي ما تشوفوا فيها تنجموا تخصوها مربعات مثلثات هكا نخلي لكم لكم انتم الاختيار بتاع القصة كي ما تحبوا تعملوها ذوما من اللي بيسكوية لي يصبروا معناها تنجموا تحطوها في حقها تقعد مهارين ثلاثة جمعة تعطيوها قوتين للصغار حاجة ابننا ويحبوها صغاركم أنا نقول لكم إذا أجبتكم الفكرة بعثونا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال وأنا نشكركم على الاهتمام لنا كي ما نشكر المزودين متاعنا اللي ما تيغذوما اللي ما تيغنوبل اللي قاعدين نخدموا بيهم اللي عاونوا فينا على انجاح اللي غوسات نقول لكم إلى اللقاء والدومة إن شاء الله ما شكورة شيفة حيا إن شاء الله موعد جديد غضو يجمعنا مع السيدة المشاهدين مع الدسير اللي بنين اللي تحضروا أختنا فاتن عملت كيف تعملت شماطة في الستوديو الريحة بنينة برشة مع الشربة اللي بالراسكاس باش تعطينا أكثر ديتاي كيفاش نجحناهم وكيفاش ينجحهم السيدة المشاهدين اللي خلطوا طواعا البرنامج خليت الحوت راسكاس بوك الشيش بوك الشيش حتيت زيت زيان في الطنجرة قصيت عليها بصلة على أربعة وزيت حكيت بصلة أخرى ربي حتيت القلب متاع الكلافز قصيته جيد وحتيت العرش متاع الكلافز الكل زيدة صحيح طماطم معجونة السيكام وشوية هريسة وفوحت ملح وففلاح وفلاح وكوركم سقيتهم بالماء يغلي وخليتهم يتيبوا شوية وفوحت الحوت بالملح وفلاح وكامون وثوم وحتيت زيته في السوس الثوم ومبعد ما طابت شوية كطماطم هذيكا مرقت ورميت الكعبتين حوت طابوا ومبعد صفيت الكل نظفتك الحوت مشوك ونحيت الهبرة لكلها فتفتها تريفت تريفت وعصرتك الكلافز والبصل والحوت وروس الحوت الكل عصرتهم مليح مليح وعوت رجعت الكل للطنجرة مرقت شوية رميت الشربة وردة هذي لسين عصفور عمر الذرة خليتها بطيب ومبعد رجعتك الحوت هذيكا في وسطها وحتيت شوية بثوم وشوية كمو مهم والشربة متاعنا حضرت وبالنسبة للكفتة خليت البطاطا صمت بطاطا غفصتها بالجداء بالجداء صمت الحوت زادا اخترت اليوم النظلي بشوية ملح وففل لكحل ومن نساوش زادا اللي جوب المام تاعو اسقيت بيه ناجل مسقي بيه الشربة الشربة فتفت الحوت اذاكا بالجداء ونحيت الوشوك وخلطتو مع البطاطا حتيت البصل المعدنوس حتيت ملو لساعل فح اللي هو ملح وففل لكحل وطابل وهريسة عربي وحتيت معهم البصل بعد ما عصرتهم مليح البصل بش مصيبش الماء هو المعدنوس عصرناهم وخلطتهم مليح مع الكفتة زدت عليها جبنة زدت عليها جبن المرياح سيسيليا المالح وحتيت معها شوية جريار خلطت الكل وحتيت ثلاثة عظمات باش يشدونا كعبة الكفتة ومبعد كعبرتها ولفيتها في النشاة والفارينة وقليتها في القلاية وبالنسبة للسوس خليت شوية تماتة فخش الكعبة ديكا متاع سيكام رحيتها حتيت شوية ثوم وزيت في الطنجرة صبيت عليهم الطماطم ديكا شوية ملح شوية فلاكحل دوب مغلات الدريج من الزمان رمينات قرن الفلفل يعطيك الصحة دونكو كانت الصوص حاضر كانت الصوص حاضر ذي الوجبة متاعنا متاع اليوم ان شاء الله نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة ودبارها جديدة يعطيك الصحة احنا نستنعوا في دبارة غدوة سيدا مشاهدين كيف كيف الانتظار نقولكم باشتخذوا اكتر تفاصيل على الاطباق هذه تدخلوا على الباج متاعنا على الفيسبوك تكتبوا المتينال بالفرنسية ولا بالعربية ولا تنجموا تلقاوا زادة الحلقات متاعنا على اليوتيوب وعلى صفحة قناة التاسعة هذا فيما يخص سو PAL من انواع متاع التكوين في الاكاديمي تدخلوا weld ما جدا متاع دورات تكوينية تمام دورات تكوينية سريعة ثم تكوين المستمر للناس اللي تحب تقرأ وتقري ولداتها في الأكاديمي ديشاف باش يتعلموا الكوزين وإلا الباتيسخي عنا بيتي بي وعنا بيتيس مد التكوين تبقى عامين للي يحب يلتحق بالأكاديمي نجم يتصل على الرقم 23-06-14-14 23-06-14-14 وإلا يتواصل معنا كما قلت من خلال صفحتي التواصل الاجتماعي لهم على الإنستغرام وعن فيسبوك الأكاديمي ديشاف بالفرنسية أنا من عند يقول لكم غدوة موعد جديد إن شاء الله يجمعنا على قناة التاسعة وإلى اللقاء في موعد لاحق إن شاء الله بسلامة مرسي بكو للي شيف يعطيكم الساحة جينتا ويكال رميسي من البلد نشك تكيل عادة متابعين المتينال على قناة التاسعة نقولكم ابعتونا لك شرحة تمدعكم على الباج أوفيسيال المتينال رسيساء الانستغرام ورسيساء الفيسبوك جو رميسي جويس اللي تلقاو في سوكراني بلو ياسمين حماميت باج انستغرام وفيسبوك جويس موان 50% على البنتان ليني جو رميسي إجالما جوليس بوريشو سور اللي تلقاو في أكتر محمساش نبوتيك على كم التوراب الجمهورية نمك وفلاردلس بقى في الليك والمنزة باج انستغرام وفيسبوك فلاردلس با جو رميسي أتخذ من هنا فاتومي انا كل عادة نشكر باوتيك سيسترز لقدت لبس سويد اللي تلقا في العوين دخل في حيلو حات باج facebook باوتيك سيسترز باج انستغرام باش انبوتيك سيسترز ذا كيف رميسي من لعفتر كوفر يامن للمزيان باوتي اللي تلقاو في ذاكيش كيف في حيلو حات باش فيسبوك وانستغرام يامل الارتسة كوفر اشتركوا على جوليس شاوشور جوليس اللي تلقاوا في اكتر من 15.20 على كم التوراب الجموري باش انستغرام وفيسبوك شاوشور جوليس عبد اناك العادة جلو مرسي سيان ديم اللي تلقاوا موجود في سكرا كيمتلقاوا موجود في المروج واحد باش فيسبوك سيان ديم جلو مرسي aussi روزة شاوشور اللي تلقاوا موجودة في البالمر يوم مانر دو في ساحك برشلونة وفي سكرا وكيف كيف فيسبوك موجودة في الانتلاقة باش فيسبوك وانستغرام روزة شاوشور اي جلو مرسي ايجال من امين كوف على الميزون بوتية كي ما تقول صفاء امين كوف تلقاوا موجود في دخلة حي الوحات باش فيسبوك امين كوف مرسي بكو جماعة الكلنا كيف كيف نشكر يامل اختيستو كوفر تلقاوا في حي الوحات باش فيسبوك وانستغرام يامل اختيستو كوفر نشكر سين ديم البوتيك اللي تلبس لنساول الرجال تلقاوا في طريق سكرا كما تلقاوا في المروجة واحد باش فيسبوك وانستغرام سين ديم سكرا نشكر انزو شوز تلقاوا في المنزه الثامن تدخلوا على الباش فيسبوك وانستغرام تلقاوا كل ما هو عندهم جديد انزو شوز كل جماعتين عندهم كوليكسيون جديدة مرسي بكو لكيب تكنيكي كيب العديد زملة المونية الحرزي جمهورنا العزي داخل وخارج التورا بالتونسي ملتقنا شعال غدوة بسليمة نعرفوك مراحة قوقديرة تبعناك في الكبيرة والصغيرة تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لينتشيح عجنتها اللي شوفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل من رامج دية حلالم وردة البنة السمنية وردة سرها المحبة بذرة صدق زرعناها كبرناها والانهار عليها بخلنا جيل وراجيل مسؤولية ورثناها بعد خمسين سنة بذرة صدق زرعناها محبة القيناها سيكام محبة وغراب اشبن مريح اميابن اميح ليب ما اسمحت شيف مسهل هالبنا ليب اغتا للأسفار والسياحة حجاجنا معتمرين في مام معينينا بالما انا دون اكسلان بكاليتي انا جربت بالما وانتي وقتيش بالما سورس ده ناتور وقتدين يسادا يبادا يدلنا ويدلكم لتريق الخير والسعادة اليوم باش نحكي لكم على راجل دار هشليلا ومليلا يفركس على شكون يالقالو حل لتشانشينا هاتشانشينا هذي دخول على حاجة تونسية قوتتها أقوى من أقوى قوتها توصل لتربحك ميتين مليون وفلوسك تاخذهم جارانتي مهوش تحت الطوطة هاك الرجل المسكين أصبر أكثر من صب ريوب بسنين حتى لين ضعاف اتعل وملقاه حتى واحد يعطيه الحل ابنين بشير خال حل الوقت ذاكا ما فهميش نات أما طوط هجم التليفونك وطول ادخل على تونس بات تونس بات أقوى من أقوى قوتها